اسم التجربة ماذا يحدث في المجال المغناطيسي المتغير؟ الهدف من التجربة معرفة كيف يؤثر المجال المغناطيسي المتغير في ملف سلكي وضع فيه وتوضيح كيف يعمل التغير في المجال المغناطيسي على توليد تيار كهربائي عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الأدوات أدوات التجربة جلفان ميتر أسلاك توصيل ملف سلكي قضيبان مغناطيسيا خطوات إجراء التجربة نضع على الطاولة كلا من المغناطيسين بصورة متجاورة على أن تكون أقطابهما المتجاورة مختلفة نصل بين طرفي الملف السلكي بالجلفان ميتر بوساطة أسلاك التوصيل نحرك الملف ببطء بين المغناطيسين نحو الأعلى والأسفل باتجاه امتدادهما ونلاحظ قراءة الجلفان ميتر نحرك الملف بسرعة بين المغناطيسين نحو الأعلى والأسفل باتجاه امتدادهما ونلاحظ قراءة الجلفان ميتر نحرك الملف بتغيير زاويته بكل الاتجاهين ونلاحظ قراءة الجلفان ميتر النتائج لتوليد التيار الكهربائي إما أن يتحرك السلك في المجال المغناطيسي أو يتحرك مصدر المجال المغناطيسي في منطقة السلك أي أن الحركة النسبية بين السلك والمجال المغناطيسي هي التي تولد تيارا كهربائيا وتسمى عملية توليد التيار الكهربائي في دائرة كهربائية مغلقة بهذه الطريقة الحث الكهرومغناطيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر